العيون باتجاه النيجر الانقلاب في النيجر عمليا كان مفاجئا لكل الأنظمة الجميع ينتظر القرار لجيوش إكواس ما الذي ستفعله تلك الجيوش أمريكا تبحث عن حلفاء بيئة المنطقة رؤساء أركان دول مجموعة غرب أفريقيا اجتمعوا بحثوا تفاصيل عملية عسكرية محتملة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وتقارير كما أشرنا أمريكية تؤكد أن واشنطن تبحث عن حلفاء في هذه المنطقة قادة الجيوش اجتمعوا على مدى أيام بحثوا سبل إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة في النيجر بعدما أطاح به انقلاب السادس والعشرين يوليو تموز الماضي طبعا هم يؤكدون استعدادهم للتدخل عسكريا إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية دعونا نشير الآن وفق آخر التحديثات الإخبارية إلى تصريحات مفوض إكواس للشؤون السياسية والسلم والأمن عبد الفتاح موسى الذي قال إن جميع الدول الأعضاء ما عدا الخاضعة لحكم عسكري وكذلك دولة الرأس الأخضر مستعدة للمشاركة في قوة الاحتياط العسكرية التي قد تنتشر في النيجر طبعا هذا يعني أن حربا ستندلع في المنطقة هو صراع نفوذ في طبعا لحظة حساسة يعيشها العالم دعونا نشير أيضا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع بقلق بالغ ما يجري ووزارة الخارجية الأمريكية أعلنت رسميا أنها تؤيد جهود إكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر بما في ذلك التدخل العسكري باعتياباره خيارا أخيرا إذن هذا الموقف الأمريكي الجديد أعلن عنه رسميا الخارجية الأمريكية تقول أنها تؤيد جهود إكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وبما في ذلك التدخل العسكري باعتباره خيارا أخيرا مسؤول عسكري أمريكا أيضا وفق آخر التحديثات الإخبارية يؤكد أن واشنطن تبحث عن حلفاء في المنطقة إذا اضطرت لسحب قواتها من النيجر تنشر الولايات المتحدة قرابة ألف جندي في النيجر طبعا تقول أمريكا أنهم يشاركون في قتال المجموعات المسلحة في حين تنشر فرنسا أكثر من ألف وخمسمائة جندي هناك تحذير أوروبي أيضا الاتحاد الأوروبي حذر من عواقب وخيمة إذا تدهورت صحة الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ هذا الانقلاب ما هي خيارات الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هي خيارات الاتحاد الأوروبي؟ ما هي خيارات فرنسا وإكواس؟ هل من الممكن أن نشهد تدخلا عسكريا؟ ما مآلات هذا التدخل العسكري؟ كل هذه أسئلة كبيرة وكبيرة جدا طبعا الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا كما تقول فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يؤكدون أنه ما زال الرئيس الشرعي للنيجر طبعا هناك تقارير تشير أن ظروف اعتقاله تترد وتؤكد دول الاتحاد الأوروبي بأن أي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب وخيمة على حد بيان نشر نقلا عن المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي عموما مشاهدين الكرام الآن أيضا سنتوقف عند تصريحات مهمة جدا للمجلس الأوروبي يقولون أن الاتحاد الأوروبي مصمم على أن تعود الأمور إلى الشرعية وأن الاتحاد الأوروبي يدعم قرارات إكوس ويدين بشكل حازم الإنقلاب العسكري غير المقبول في النيجر طبعا ثمت من يرى أن هذا التدخل الأوروبي وهذه اللهجة الأوروبية ليست من أجل عيون النيجيريين الذين يعيشون في فقر مدقع بل من أجل المصالح الكبيرة والخطيرة جدا لدول الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة ومن الطبيعي أن الاتحاد الأوروبي كما يقول المراقبين لن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر وأن بازوم ما زال الرئيس الشرعي للدولة وعموما مشاهدين الكرام بازوم محتجز مع أفراد عائلته في مقر الرئاس الرسمي منذ الانقلاب وقد أكد قادة الانقلاب أنه يلقى معاملة جيدة وأن طبيبه يزوره لكنهم أعلنوا أنهم يعتزمون محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد عموما مشاهدين الكرام مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يرد ويقول أنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس المعزول بتهمة الخيانة العظمى انظروا إلى هذه المواقف من الأمم المتحدة من الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة الأمريكية يتغنون اليوم باسم الديمقراطية وثم تمن يتحدث عن حالة الازدواجية في المعايير ماذا عن الديمقراطية في دول أخرى ذبحت الديمقراطية من الوريد إلى الوريد فجاء الاتحاد الأوروبي وأمريكا والأمم المتحدة لمساندة هذه الأنظمة التي ذبحت التجارب الديمقراطية في عدد كبير من دول العالم لكنها هي فقط لغة المصالح اليوم كما طبعا تشير العديد من الآراء عموما مشاهدين الكرام نتحدث عن أقوى جيوش الإكوس المستعدة للتدخل في النيجر طبعا أبدى الدول عدة طبعا استعدادها للتدخل عسكريا لوضع حد لانقلاب النيجر وإعادة الرئيس محمد بازوم للسلطة وطبعا نتحدث عن جيوش قوية في هذه المجموعة من الدول التي تدعم الخيار العسكري بالنيجر وبالتأكيد مشاهدين الكرام نتحدث عن تدخل عسكري سيؤدي إلى توطر كبير جدا في القارة السمراء طبعا ثم تمنيرا وبعض الخبراء يؤكدون أن التدخل العسكري في النيجر عملية يصعب تنفيذها ومحفوفة بالمخاطر رغم أن مجموعة إكوس أعطت الأولوية للحوار بحثا عن حل في النيجر فإنها أعطت بالمقابل ضوء أخضر للتدخل عسكريا ضد الانقلابيين كما يقولون الذين استولوا على السلطة من خلال تفعيلها قوة الاحتياط لكن خبراء يؤكدون أن التدخل العسكري في النيجر عملية يصعب تنفيذها ومحفوفة بالمخاطر ربما السؤال الذي نواجهه لمتابعي شاشة سوار نيوز هل فعلا يمكن أن يكون هناك تدخلا عسكريا في النيجر أم أن هذا التدخل العسكري عملية يصعب تنفيذها وستكون فعلا محفوفة بالمخاطر وسيكون لها مآلات صعبة على القارة الإفريقية بل وعلى العالم أم أن جيوش الإكوس اليوم مستعدة للتدخل وتستطيع أن تفرض وجودا لها وحضورا في النيجر وتعيد الرئيس محمد بازوم للسلطة طبعا الجميع يتحرك بناء على مصلحته سواء مصالحه الأمنية أو العسكرية ضمن تحالفات ولا أحد يتحدث عن مصالح النيجريين والشعب النيجيري عموما هناك محنة محنة لإكوس في النيجر عمليا هناك انقسامات وهناك خلافات تقلل من فرص التدخل العسكري كما أشرنا خلال هذه المتابعة والتغطية للأحداث طبعا كل ما يجري في العالم يتداخل مع بعضه البعض روسيا في حالة ارتياح من فتح هذه الجبهة وإكوس تؤكد إذن أن الخيار العسكري ليس هو الخيار المفضل لكنهم مضطرون إلى اللجوء إليه في لحظة ما عموما مشاهدين الكرام ثم تمن يتحدث عن مواقف أو ملاحظات لافتة بشأن الموقف الأمريكي من انقلاب النيجر والبعض اعتبر الموقف الأمريكي طعنة لفرنسا في الظهر طبعا لم يوجه انقلابيون نينجر حتى الآن أي تهديد أو إساءة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما لم تتجه المظاهرات الغاضبة نحو أي من المصالح الأمريكية وحدها فرنسا هي التي تتلقى الضربات والشتائم من دون غيرها هذا هو المشهد طبعا مشاهدين الكرام ربما كما تشير بعض الآراء لا يعتقد الانقلابيون أن واشنطن تمثل تهديدا يماثل التهديد الفرنسي أو هكذا يبدو الأمر لأول وهلة للمراقبين الذين طبعا لم يخفى عليهم كما لم يخفى على انقلابيي النيجر أن الموقفين الفرنسي والأمريكي غير متماثلين عموما الغموض يكتنف طبيعة الموقف الأمريكي الحقيقي تجاه الانقلاب وهناك مصادر دبلوماسية أفريقية متابعة لتطورات الأحداث في النيجر تؤكد أن أمريكا ليست بعيدة من انقلاب النيجر ولم يكشف مزيدا من المعلومات بشأن تفاصيل هذا الموقف وخلفياته وتداعياته معلوم أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والنيجر تتشابك فيها أبعاد متعددة يتربع الأمن على هرمها فالنيجر تقع في عمق الاستراتيجية الأمريكية تجاه أفريقيا وطبعا مشاهدين الكرام لغة أمريكا هي لغة التنديد الناعم لغة هادئة تجاه حكام النيجر الجدد والنأي عن وصف ما جرى بالانقلاب طبعا في أوج التصعيد الإقليمي ضد الانقلابيين وفي ذروة النقاش بشأن مساعي عزلهم وصولا إلى التدخل العسكري لإنهاء الانقلاب أعلنت واشنطن طبعا موقفا مترددا من الأحداث التي يجري أو التي تجري تجنبت أمريكا القيام بعمليات إجلاء لمواطنيها وبالتأكيد هذا ثمت من يقرأه بلغة حذرة جدا عموما مشاهدين الكرام نحن نتابع معكم كل هذه التطورات أقوى جيوش الإكوس مستعدة للتدخل في النيجر خبراء يقولون أن التدخل العسكري في النيجر عملية يصعب تنفيذها ومحفوفة بالمخاطر هناك انقسامات وخلافات تقلل فرص التدخل العسكري بوتين يتابع ما يجري بارتياح هناك في الحرب الروسية الأوكرانية اشتعال في الموقف تقديرات أمريكية لضحايا الحرب وأوكرانيا ترحب بقرار تسليمها مقاتلات F-16 وعموما مشاهدين الكرام كل هذه الأحداث نتابعها معكم لحظة في لحظة بهذه اللحظة الحساسة التي يعيشها العالم من زوايا مختلفة وأحداث تلف العالم وتشي أن العالم اليوم يعيش في ذروة التوتر ما هو القرار الذي من الممكن أن تتخذه جيوش إكواص وما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبالتأكيد هناك اتفاق الآن على تفعيل قوة الاحتياط لإعادة النظام الدستوري الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب وخيمة حال تدهور صحة رئيس النيجر وهناك سؤال الآن هل أصبح انقلاب النيجر واقعا وطبعا الآن انقلاب النيجر في الحقيقة أبان وأظهر أن هذه المنطقة ساحة صراع على النفوذ وتحالفات جديدة تتشكل في المنطقة اشتركوا في القناة